تدين مملكة البحرين بشدة استمرار التصريحات العدائية من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه المملكة دون أدنى مراعاة لمبادئ حسن الجوار أو التزام بالقوانين والعراف الدولية ومثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والتي تمنع وترفض كل صور التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتؤكد مملكة البحرين أن استمرار التصريحات الاستفزازية المتعمدة من جانب مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى اختلاف مستوياتهم وتدخلاتهم من دعم التخريب وإثارة الفتن يعكس بجلاء موقفها العدائية ويكشف بكل وضوح استراتيجيتها الحقيقية القائمة على التدخل في شؤون مملكة البحرين وإثارة القلاقل وإشاعة التوتر في المنطقة وذلك بدل الانخراط بشكل إيجابي وبناء في البحث عن سبل تعزيز الأمن والاستقرار والتوصل لحلول ومعالجات جذرية للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة أجمع وفي صدرتها الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وتشدد مملكة البحرين على أن تلك التصريحات المؤزفة والمتكررة لا تعكس مطلقا أي تنوايا حقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إرساء علاقات ودية وحسن جوار مع مملكة البحرين وجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدة أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات والسبل الممكنة وستسلك كل الطرق الضامنة لتعزيز أمنها وسلامة شعبها وعليه فقد استدعت وزارة الخارجية سفيرة مملكة البحرين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك للتشاور معربة عن أملها في أن تسود علاقات طبيعية متطورة بين البلدين تقوم على مبادئ حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتقيد بقواعد التعامل الدولي بين الدول المستقلة ذات السيادة اشتركوا في القناة